واستكمالاً للخبر السابق وفي نفس السياق أن قبل عمل أطباء ثمنت موقف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من وقعة مشادات محافظ سهاج مع طبيبة مستشفى المراغة المركزي واعتذروا للطبيبة خلال المؤتمر الصحفي اللي عقد بالأمس بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة في نفس الموضوع اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سهاج استقبل طبيبة مستشفى المراغة المركزي وقال لها أنه الكلام اللي دار بينهم مبارح كان حديث أشبه بحديث أب البنته وكان هدفهم هما الاثنين هو هدف مشترك خدمة المواطن وأكد على احترامه وتقديره للأطباء وجميع العاملين بقطاع الصح